طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بفيديو جديد باتش ثمانية فاصلة تسعة باتش نوت الميجز الباتش نوت هذا رايوت كده مسكوا الميجز قالوا نبار رجعهم القيم من يوم ما نزلنا الرونز الجديدة الجديدة القديمة يعني هي جديدة بس صارت قديمة ستة شهور تقريبا بس في كل حالات الميجز الدامج حقهم قل وطلعوا من الميتا تقريبا مو تقريبا طلعوا من الميتا نهائيا فسوى لهم مو ري وورك سوى لهم ري بوف كده كلهم مشوا عليهم واحد واحد على ايتم حقتهم على الستراكشر حقهم على بعضهم سوى لهم مجموعة التغييرات عشان بيحاول يرجعهم للجيم طبعا كثير منهم صاروا اول مفروض يسير او بي حنشوف طبعا حباما في الفترة الجاية من اللي بالزبط حيطلع في الميتا ولا ما حيطلع في توقعات انا هحط توقعاتي صحيحة غلطانة والله اعلم حنشوف الميتشينجز ميتشينجز براتي بلا 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 يقول لك تمانا ستاتس بري مانا برشيس ان بوست مانا هذه كلها في ميتشز يقول لك نوعين واحد منهم يعتمد على مانا برشيس اللي هم يروحوا تير مثلا زي كاسيو بيا زي زي رايز وفي عندك التانين والله اللي يروحوا نامج ان كان الهكس كور طبعا هذا سبيشال لحاله فيكتور او والله سندرا وشاكلتها اللي هم كلهم يروحوا اللي هو دامج اللي هو بوست مانا فمسكوا كل واحد منهم وسووا لهم مجموعة تشينجز اول شي تسووا غيروا الدور هذين حابتين الباس مانا ريجز طبعا اظن التشينج اللي سووا هذا يخلي المانا ريجن احسن مش اقل اول كان ما تاخذ يعني كان فيه باس مانا ريجن على طول يعني بس وانت حاطوك يجي لك مانا دا حين كل خمسة دقائق كل خمسة ثواني يجي لك خمسة مانا هذا معناها one mana per second معناها صراحة اكتر من اللي كان يجيك اول لحد مانا ملكاتر ال mp5 كانت كم اول كانت بس في كل حالات اول كانت تاخذ مانا وانت ماشي يعني طول الوقت ما ادريش اللي ستكس حقتها وفي نفس الوقت لما انتكتو المانا يرجع لك المانا حقتك 3 مانا دا حين لا دا حين يعطيك كل خمسة ثواني خمسة مانا وفي نفس الوقت كل هيت كل ضربة على منين يعطيك خمسة مانا هذا معناها السستين حقك صار مرة علي فالشامبيونز اللي يحتاجوا مانا كثير في بداية الجيم اعطوهم مور مانا سستين نقول ايش يسفيد منها هذي حيكون عندك كيبابلية انك سوى wave clear اكثر trade اكثر طبعا كل champion يفرق مع كثير بزات المانا اللي هم champions اللي هم مانا dependent زي ما قلنا اللي يحتاجوا تير يعني بعد كده lost chapter غيروا البلد بات حقه وزودوا ال gold حقه البلد بات حقه كان في tom sapphire crystal amplifying tom خلوها amplifying tom sapphire crystal amplifying tom sapphire crystal بس نحن خلوها two identifying tom's وهذا معناه زودوا ال ap حقه من 25 إلى 40 وهذا معناه نرفوا champions اللي يلعبوا ب lost chapter اول item كلهم مقابل champions اللي ما يلعبوها فاكرين يعني هذا بف غير مباشر لفكتور عشان فيكتور لازم يجيبها ال hex score hex score 1300 او ال 1100 او 1300 رفعه سعرها فترة فالحين كان champions اللي يقدروا يجيبوا lost chapter قبله ويقدروا يفوزوا عليه دحين صار والله متساوي معه طبعا البلانك مين كمان يجيب lost chapter اول item كلهم تقريبا طبعا هذا هيأخرهم في جيبتها هذا معناه ال power spike حقتهم الأولى حقت lost chapter حتتأخر وحيطلع في champions ثانين في الصورة التير التير سوى لها نورف بسيط عشان يزودوا المانا بوف هنا وعلى اساس قال لك والله التير مرة رخيصة فالشامبيونز اللي يقدروا يشتروها من بدري يقدروا دائما يفوزوا على التشامبيونز اللي ما يقدروا يشتروا item اللي ما يجيب 1300 gold في champions كثير لازم يجيبوا 1300 gold لشان يجيب اول item وفي champions اللي هما تير dependent يقدروا ينزولوا من بدري من يوم ما يجيب 750 gold يرجع يروح يشتريها على طول ويجيهم مرة تانية فزودوا الغولد حقها 850 ونقصوا المانا cost refund من 15% اكشري المانا cost refund خلوها على 10% بدل 15% ويجيز نعربي كثير وينيو غو ماكس مانا فرام تير of the goddess passive يتبريزير 0% كارنت مانا رادر دان جرانتين يو فول مانا بلا 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 بكل بساطة لما ترفق المانا يديك برسنت من الكارنت مانا اللي عندك بدل الماكس مانا بول حقك اللي يهمكم يا شباب نرف المانا اللي هجيك اقل اوكي total cost increased المانا refund decreased هذا اللي لازم تفهم يعني مو لازم تفهم الماث وراها يعني ولا الفورمولة XTXGLP هادي اظن تالت مرة يساولها بف المانا صار 600 المسائل speed صارت 2000 المسائل spread time .2 cast time .25 انشين زي ما هو يبغو الاتم هذا يخش في الاتم بأي طريقة برضو بعد تغيير هذا الاتم لسه سيء مقارن بالاتم هذا سيء مقارن بالاتمات التانية ما احد حيبني الا ريريان سوري الفندش كوديكس ازودوا العبلة باور حقته خمسة هادي في كل ايتم كده زودوا لهم خمسة اي بي 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 کسسجين سيني زوجته في كل ايتم يقايرا سيني سيع نقصوا كوست حقها ١٠٠٠ لا تغيروا كل ما حدث يمكنك اشتري الأيتم حقه ١٠٠٠ الـ Spellbinder زودوا كوست حقها ١٠٠٠ الـ Combined cost زودوا ١٠٠ ١٠٠٠ Liberty Power زودوها ١٠٠ Liberty Power Max On Activation خلوها ١٠٠ يعني زودوا الـ Base ونقصوا الـ Activation ونقصوا الـ طبعاً سنقصوا الـ Spellbinder لا تغيرها ١٠٠٠٠ فنزودوا ١٠٠٠٠ ريريسيبتر زودوها ٥٠٠ يعني تغييرها ١٠٠٠ يعني تغييرها ١٠٠٠٠ ألا أتذكر أنها ١٠٠٠٠ لكن في كل حالات تغييرها ١٠٠٠ الـ Magai Stacks ١٠٠٠٠ المترجم الضربة خلالي تغييرها ١٠٠٠ فنزودوا ١٠٠ ١٠٠ حماسكizado ١٠٠ يجب عليها على ١٠، وأن قم بطبع ابراها ١٠ هذا جزء مغير يوماً تغييرها ١٠٠ تغييرها ٢٦ لا يجب أكون ١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ٰ المترجم الضربة ١٠٠ تحقق الـ توقف الـ توقف الـ تقوم بتطور الـ موضوع أسرع. هذا بف مباشر لكل الماجز. سواء كنترول ماجز أو والله اللي هم الأساسين ماجز أو والله اللي هم المانا بيست ماجز أو أو أو. حنشوف آري أحسن. حنشوف أوريانا أحسن. حنشوف فيكتور أحسن. حنشوف كاسيو بيه أحسن. حنشوف رايز أحسن. حنشوف سندرا احتمال كبير أحسن. ما أدري. لأنه ما فيه أي تغيير في الجيم هذا على سندرا نفسها. بس حيجي لها ببسيطة. حنشوف مالزهارة أحسن. كلهم صاروا أحسن. أحسن كتير من الشامبيونز اللي حاليا في الميتا. إيه ولا لا. هذا اللي صراحة ما حيباني لين نشوف الداتا في الجيم. في كل حالات. توريتس. لحين. لما تضرب التاور وانت ماجز حتسوي ده حتسوي دامج أكتر. يعني بيقول لك دائما كل الاب شامبيونز يحسوا إنهم والله لما يضرب التاور التاور ما ينشع الله بسرعة مقارنةً بالإي بي بالإي بي بالإي دي تشامبيونز والإي دي سيز ولا التوب فأعطاهم شوي الدامج زيادة. كل الاجتعاج تفهموا الكون؟ ون الفورمال هاذي. إنه والله لما نفعل أوتو اتاكس على التاور هتسوي دامج حتسوي دامج حتكتور التاور أسراء. إيفا بيسيك اتاك يزع بيدي باور بونس. توريتس. القجمة Would Convert To Magic Damage كلهم دوادوا بمعنى ريجين حقهم مرة كثير OP في كل الحالات هذا بمعنى كلهم باستين حقهم ستكون مرة ألي والأيرلي game حقهم ستكون أحسن إن كان Wave Clear ولا إن كان كما قلنا لكم Trades أمومو زو نقص الكوست حق القيو البانديج تاس التينج هذا مرة كويس لأمومو وحيخليه يقدر يسوي قانكس أسهل أظن يبغاله كمان بف بسيط زيادة على المعادري على ال E على ال W على ال AP ريشيوز حقته على أساس يرجع القيام بزات في سولو كيو كيتلين ترى يشباب أمومو مرة كويس للو إيلو في جنجلة ال Wave Clear حقه كويس تانكي يسوي دامج مرة عالي مرة سهل تجيب القيو حقته مرة سهل تسجع القيامة حقته كيتلين غيره ال Passive حقته حبتين ما تغير شيء كثير على ال Champions اللي تغيرت إنو والله صارت تضرب دامج أقل على المنينز وعلى الماسترز عامة أوفرول وترجع هلث أقل يعني فليت فوت حيسوي الأكسستين أقل زيادة على المنينز منذ الهيلين حق الأر حقه 40-50-60% إلى 50-75% 100% من الماكسيم هلث آه يا قلبي تانك ميتا يا عال تانك ميتا تانك ميتا تانك ميتا يا قلبي الآن الآن بيقول منذ حينشاف مد مرة ثانية في الجنجل مرة مرة ثانية بس في الطب هيبكى كويس يعني ما سنشوف LCS بس ممكن نشوفه في اللويل وفي الميديل وكمان حتى كثيرا غارن زودوا الدامج حق الكيو بيقولوا سوينا الدامج هذا لأنه الدامج حق غارن مقارنة بداريوس مرة ضعيف يعني بغن قوي غارن شوي امبسطه برونز سيلفر قولد بلات يعني ما نشوف غارن في بلات ابدا بس ممكن الدامج حق الكيو بالزاد في الليفل ثلاثة صار مرة عالي يعني الكيو الواحدة تسوي عشرين دامج زيادة طبعا دائما في اي في اي فايت غارن يقدر يسوي الكيو تقريبا مرة ولا مرتين اقل شي مرتين اذا بتسوي تريد كبيرة سويت الكيو في البداية اوتو كيو بلا كيو جاي جاري بعدين سويت الاي بعدين سويت كيو تانية في احتمال يزيد الدامج حقك ما بين خمستاش او عشرة الى او تلاتين الى اربعين زيادة وهذا دامج كويس زود ريزيستنس حق الدبريو من تلاتين الى اربعين هذا برضو يطوله شوية سستينبيلتي زيادة ايريليا اكتر تشامبيون خربان في القيم حاليا انا من الناس اللي يفضل يتبنت كل جيم في الهائلو في اللوئيلو خليهم يلعبو زي ما يبو ما احد عندك لكن ما احد يعرف لعبها اللي بيقول لك لما نضرب مونستر سكوبار يعني بلو ريد الولف الكبير مش الولف الصغير الريث الكبير مش الريث الصغير وفي نفس الوقت الهيرلد والله هذا يصير رفريش للباسيف ايفرن من يوم ما نزلت الميت الجديدة او من يوم ما نزلت الرونز الجديدة هو بر الميت تقريبا عشان ما في اي رونز تنفعله وبشدة بيحاولوا يرجعوا الجيم بأي طريقة لسه التعدلات هذي بوف بسيط ما هيرجعوا الجيم بس هيطيلوا مجال انو والله شوي لسه كمان باقي لو كان بوف الماكسيمم اه سوري اللي هو الباسيف حقتك الكوست حقك كان 25% الماكسيمم هلث نقصوها ال 22% انت عارفين لما تجي على الجنغل تحط الباسيف حقتك على هذا كان يروح منك 25% الهد انت عارفين لما يروح 22% المتشيريشن تايم 40.30 تايم 27.15 تايم نقصوا ال ونقصوها 40.30 من ال 1 ل 6 يعني المتشيريشن تايم حقكس المتشيريشن تايم حتكلفك health أقل وحتصر لها maturity أسرع بكل بساطة بس مش هشرع كتير أسرع من اللقاء والcue زود والويت حقها الثمانين يعني أسهل تصيد الكو حقتك ما زال الـ changes هذه ما هترجعوا على الميتا بس بف قليل كايسا أخيرا نرف ولو إنه صراحة بسيط ما يكفي أحسه بس أقل لها بدأنا مسلسل النرفات ويا رب يستمر لأنه حاليا مر خربانا وكايسا أعظم من الـ champions اللي هتكون جدا سيئة في الـ game لأنه مشكلتها يا تديها بف وتصير top meta LCS والرشيوس حقتها مرة عالية ومرة خربانا أو تديها كم نرف وتطليعها بره الـ game ما أدري ليش تهو الـ champion هذا بالطريقة هذي فالـ champion هذا ما هم أصبط يعني الكتة حقته سيئة she needs to go all in to fight she needs to take risks مرة كثيرة ولازم الدامج حقها يكون مرة أعلي والـ double-view حقتها is busted صراحة أنا من يعرف لي سووها لانه في كل الحالات الـ Q الـ evolved Q بدلت ما تسوي 12 مسائل تسوي 10 يعني الـ Q العادية ما زالت تسوي 6 زي ما هي المسائل damage is now flagged as AOE ما يعتبره auto attack based AOE يعني أي شيء AOE ينطبق عليه ينطبق عليه يعني فيه items الدربة العادية تضرب full damage AOE حقها يضرب نصر دامج أو فيه runes لما تضرب AOE تستفيد منها النص بدل ما يستفيد منها في كل الحالات هذا nerf طيب على الـ Q حقها صراحة الـ E الـ duration بدل 5 صارت 4 والـ runes ما يسوي cooldown reduction لها الـ runes الطلقة الأساسية زي كيت فاكرين كيت كانت الطلقات الثانوية حقها الـ runes تسوي لها charge للـ passive حقها هذا نفس الشيء الطلقات الثانوية حقها الـ runes كانت تنقص الـ cooldown حقها الـ E دحية ما تنقص nerf ما أقيل لها nerf على الـ ratio أنا متأكد كاسدن كل الـ changes اللي سووها فوق بالذات على كاسدن يعني مرة تفيد كاسدن كاسدن من الـ champions علي احتمال كبير هيحتاج يلعب أو يلعب بشي اسمه بطير يلعب بطير كاسدن برضو البوفات اللي فوق تنفع مباشرة والبوف هادا مرة جامد عليه فأظن والله أعلم حنشوف كاسدن زيادة وزيادة في القيم وكاسدن من الشامبيز اللي تخاف منهم صراحة بالذات إذا كنت سكويشي كاسدن يا يرجع القيم بكوة ويشيل أمه القيم كله الحاله يا يطلع من القيم كمبليتلي أظن الـ changes هذي اللي سووها هتخلي كاسدن يتلعب مرة كتير في المد وحتى في التوب كاسدن كان في فترة من الفترات أظن في سيزن خمسة أو في سيزن ستة في جوزة من سيزن ستة كان من أحسن الشامبيونز اللي تلاعب سبلت بوش طوب سايد ولا بوت سايد عشان السبلت بوش باور حقته ومع الـ change اللي سوو في التاور تيكين في التورتس للأي بيس مرة حتشو يعني أظن كاسدن حنشوف سبلت بوشن هيلعبو سواء مد ولا توب وحنشوف 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 مرة كثير طبعا اللي مفاهم الكلام هذا اللي بيقوله ممكن يجيني في الستريم ويسألني وانا شرحلوا يا إن شاء الله لأنه هذا كلام قلناه مرة كثير في فيديوهات سابقة وما أظن أحتاج أيده في كل مرة كل حالات كنن دائما نقول فيه في الباتش هذا اثنين two champions اللي هو بوبي وكنن صاحبنا البرونز ولا السلبر اللي يمسك لانا في كل باتش يسوي لنا بف ولا نرف على على شوغاث ولا على فوليبير ولا على مندور يجع الباتش هادا وقال يا أخي أنا كنن هادا أبغى ألعبه وما نقدر ألعبه إيش أسوي فيه أعدم أمه الشامبين طبس الدابليو دادوا عليها بونس attack damage هذا معنى احتمال كبير منيشوف ركلسس كثير صغار كده جالسين يلعبوا كنن ايدي في البات يستفيدوا من البونس attack damage الدابليو دحين ممكن تستفيد منها لما تبني attack damage طبعا السيزن اللي فات كنا نشوف كنن في LCS في حالات محددة يلعبو ايدي توب على أساس يلعبو split push ونرفولو الريشيوس حقا الريشيوس حقا الريشيوس كلها عشان ما يشوفو دحين قاموا حطولو الريشيوس كلها مرتان على أساس يشوفو ماني فاهم كنن 30-70% attack speed الاربع ثواني بعد ما يخرج من ال E هذا كنن AD اليوم بكرة زودوا الريشيوس حقا الدامج زودوا base damage زودوا الريشيوس حقا الED bonus attack damage يشاني بوسو attack damage لازم تستري items attack damage نقصوا AP ratio زودوا AP ratio حقا active وزودوا base damage او نقصوا base damage شوي كنن AD هذا يتروي الصراحة اللي سواه والله أعلم والattack speed هذا خرافي يعني 70% attack speed انتوا عارفين ايش معناها level 5 او level 5 item يعني مدري lethal tempo يمكن هنشوفو lethal tempo وحنشوفو full AD مدري قدري ايه يمكن اجربه ليونا قال لك بعد ما نرفنا aftershock كتير حنرجع W حقتها الوضع اللي كانت عليه كانت W كده عالية بعد ان نقصوها لشي aftershock كان خربان رجعوا ال aftershock ده حير رجعوا ال W ليونا مرة كويسة في low elo يا شباب عليها ما هي من احسن champions في higher elo لانه في counters مرة كثير لها والناس يعرفوا يلعب قدام ها وضدها بس اذا كنت bronze silver gold او bronze silver بزيادة اللي يونا ترى مرة كويسة lux مسلسلة للبفات يستمر كل اللي بات يسوو لها بف في واحد في ريوت يحب lux بطريقة انه يشوف ها في game بشتى الطرق bonus attack speed at level 0 7 في attack speed growth نقص health cooldown 10 طويل الوقت وهذا معناها لما يكون 45% CDR سيكون cooldown 6 ثواني تقريبا cost نقص W صارت سواء جبتها ولا ما جبتها تدي 200% اول كان لازم تجيبها على اللاية وهي راجعة تضربها وهي راجعة من على اللاية تدي 200% shield إذا حين ما يفرق سوي ها تاخد shield A نقص المسال speed حقها ونقص radius حقها بس ونقص ال cost حق المانو حقها ونقص ال cool down حقها لكس احتمال كبير تصير مرة كويس مو احتمال مرة كويس لكس ستكون مرة كويس ما فيها كلام في أي إلوه شباب ألعب لكس ألعبها 45% CDR وحفا W حق رامس فلات armor on activation كان 20 صار 30 كان 30 نزلوا 20 رجعوا 30 بكل بكل بساطة صاحبنا البرونز لعب قدام بوبي بوبي غلبته قال أبغى أنعرف أم بوبي ما أدري لكي سورها نعرف صراحة بوبي يبغى لها بوف عشان ترجع لجم هذا طلعها برا لجم نهائيا base movement speed نقص range bonus passive Z ما هو ضروري at all W movement speed bonus نقص base resistance base resistance تحت 40% نقص range 50% R نقص knock up duration 0.75 1 ثانية والbase damage نقص برا القيم أصلا برا القيم بزيادة برا champion poop يعني ككا يعني ككا ما تلعب الشيفانة قال لك في ناس يحب يلعب وشيفانة AP خلينا نسوي لهم طريق يبنوها AP طبعا هذا change ما له أي معنى laugh solo cue or lcs هذا change عشان فلا فممكن ده حين تروح full AP عليها وتسوي لإيه حقتك تفجر اوم واحد وال R بواحد ريش برضو تفجر اوم واحد هذا عشان لو صوتها full build AP Sona البيس اتلاك دامج حقها تزوّدوه خمسة وال power cord حقها البيس دامج حقها تزوّدوها خمسة برضو في بداية الgame بيقولوا INB 4 5 دامج لول التريقة على دامج اللي سوّت على نرف الزونا اللي سوّوها على جانا اللي نرفوها خمسة دامج وقامو زوّد زونا خمسة دامج طبعا خمسة دامج على سونا معانو سونا تسوي لل لل حقها طول الوقت عشان تسوي بوك هذا معناها مع كل ضربة زيادة صارت حتسوي عشرة دامج زيادة مع كل ضربة مع دامج لانو بيس اتاك دامج زياد خمسة والبيس دامج حق ال باس اه سوري اه خمسة بس بس خمسة 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 ايو يعني حزي لعشرة تقريبا سندرا الترانسندنس تارك سفير تارك سفير جيل خمسة عمية تشامبيون اه ابغريد بونس is now بونس دامج تشامبيون not longer سبير داريشن زودوا الدامج حق سندرا حتي مرة كبيرة ترجع للجيم للناس اول كانوا مصعبين على شوية انه لازم تجيب البولز حقتك كلها تحت زي الناس اللو عادم عشان تستفيد اكشي ما زالت الالتي بنفس طريقة ما تغير اتغير للباسيف شوية بسيط بسيط الكيو حقتانو كان في بغ تسو نيرف لوارويك على التاك دامج حقه وكيو ما اظن صراحة كان احتاج النيرف وارويك من الشامبيون اذا تفيت بي مرة تسوي كويس اذا ما تفيت بي تلعب كويس وهذا معناه انه الشامبيون من وجهة نظري بالاس في كل حالات نقصوا الدامج حقه ثلاثة نقصوا الكيو تاركت ماكسيما على الدامج ستة 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 فستة خمسة على الليت جيم حب نيرف بسيط ما ظن حيطلوا عملا الجيم الوين ريت حق وارويك من الشامبيون زال المرة آلي صراحة بكل الإيلوز وارويك ما زال حيستمر الشامبيون كويس بالذات في اللو إيلوز زيكز مع كل تشينج زال اللي صار تفوق زيكز كتشامبيون مو شرط انبني عليه تير بس ممكن انبني عليه تير بس كمية الكيبابلية انو يشيل تاورز دا حين حتصير مهولة هو أصلا من أول يشيل تاورات بطريقة مرة يعني فاحشة دا حين أسوأ مع عشان الشيج اللي سووها على التاورت على الإبيت زيكز أظن سليبر سل أنا صراحة من الناس اللي أنصح انه زيكز تلعب زيكز كان وين جيمز زيكز الدامج حقه مطبيعي زيكز يقدر يشيل تاورز عشرة عشرين ثلاثين أربعين مرة كثير القونيسو ما في شي ضروري البارون عجبني اللي سووه فيه صراحة البيس دامج نقصوا الدامج البيس دامج اللي سوية عليك بس زودوا الهيلث حقه البيس هيلث من 6400 تعرفين بارون كل ما زاد الوقت حق الهيام يزيد الهيلث حقه يس بس ابدأ من 9000 وهذا معنا نصار بارون أصعب تأخذ لأنه بارون المفروض في القيم انه بوس كبير كده ريد بوس لازم تتعب وخمسة وتنفل حين كان أي واحد يشيره زي الورق في نفس الوقت بارون زودوا الدامج حق الحقه اللي قبلت ازاي اللي يساووها اللي كانت دير اللي يطلع اللي يرمي اللي من 30 زائد خمسة اللي عباء 120 باس دامج زائد 30 فالدامج اللي يساوي دا حين اعلى كتير اوك الدامج اعلى كتير الهيلت حقه اعلى كتير اذا كنت تشيل بارون بدري الحالك من تسوي فزلوك دا حين ما هتقدر ترى انتبه الهيلت نفس الطريقة دامج تسيلف اون ترى الدامج اكشري كان لما يضرب التور ينضرب هو كم 150 زائد 25 من الكران تحقه نقص الدارج يعني صار الهيلت مفيد اكتر وصار يبغوا الناس يضاربوا عليه طرح الفكرة فيه انه زودوا الفائدة حقه الهيلت انه ما ينقص هيلت مرة كتير زي اول مازال كثير بس انشاء ربع هيلت بدل ربع زائد 150 دامج تورت اون تورت شارج 40% من الكرانت اتش بي وال 1500 من التور ايهم اقل اللي شيل الهيلت حيستفيد فائدة عظيمة الاي دامج صار اكبر لو ضربتو الاي بدل 20% صار 40% الماكس محل فممكن تشيلو اسرع مفيد على التورت اكبر الرون مسكوا الان سيل وغيروها completely اول ايش كان لازم تسوي الان سيل ما تقر تستفيد منها لما ترجع البيس ترجع البيس تغير واحد من الابلاتيس حقتك تروح تستخدمها و لازم ترجع البيس ثاني عشان تبدلها مرة ثانية بعد ما تستخدم دحين قل لك يمكن سواب فرست سواب افايل ما تقر تبدل الا بعد ستة ثواني اول سواب وان او 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 اخط TP استخدمتها راحت TP رجعت الاساسية انت بدلت الgame ب ب ب ب ب ب ب دقيقة 6 ب TP استخدمت TP على طول الاساساسية رجعت ل ignite وطبعا الكل ده وان حقها موجود فالفكرة انه دحين مو لازم ترجع البيس عشان تبدل ها وهذا التحينج حلو الحلو اللي في انه تغير تغير ال ignite او تغير تسوي السواب من دون ما ترجع البيس في اي مكان في الماب وانت بر مو مش وانت فوس تقل كل مرة تسوي سواب لسمن رسبال جديدة ما سويت لها سواب يعني كان عندك flash ignite اغنيت بدلتها ب TP سيصير ال اش اسمه السواب يعني سيضوك اربع دقائق عشان تبدل مرة ثانية لو سويت لها تبديل سيصير اربع دقائق ناقص 15 ثانية بعدين رجعت لك TP مرة ثانية عشانك استخدمتها اولا رجعت لك ignite عشان استخدمت TP غيرت بدل ignite ما حطيت TP بعدها لما جاتك فرصة تسوي سواب حطيت ghost على لطول سيقل السواب كولداون اربع ناقص 15 ناقص 15 فهتصير ثلاثة دقائق ونص اذا ما فهمتوا مرة بسيطة اقراها حتفها ما انه ما حينقص الكولداون حق التبديل الا مع استخدامك لسمانر سبيل جديدة مختلفة مو نفسها يعني سوى TP رجعت لك ignite سوى TP مرة ثانية ما ينقص الكولداون اوكي يرونيج لسمانر سبيل continue cooling down in the background while you're swapped out وهذا اللي حلو فيها الكولداون حق الحق 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 اللي عندك محطوطة يعني زي قلتلك انت كان عندك ignite حطي TP الكولداون حق ignite شغال في الخلفية يرجع وهذا ميزة مرة كبيرة عامة you can now swap your summer spell wherever في مكان في الماب closing هذا bug fixed فهذا اتغير مرة كثير هنشوف حيبقى champions اللي بياخدوه بياخدو بنفس الطريقة بس الفائدة هتكون منه احسن و with a lot less predictable الكرياليس هذي بقى fix على الرون الجديدة هذيك upcoming skins blood moon evelyn وبيمو اللي لعبنا به اليوم مش بطال كرومز cute صراحة كرومز حق تيمو مع اني نرى تيمو فان وهذي كرومز لسيون وبكده رون خلصنا الباتش نوت 8.9 لا تنسوا يا شباب اذا عجبك الفيديو تسوي سبسكرايب وشير لا تنسى الستريمر يومي في تويتش وفي يوتيوب والله تكمل صحة العافية ومشكورين ما قصرتوا ونشوفكم ان شاء الله بكرة على خير او في الفيديو القادم على خير وانتوا طيبين والى اللقاء السلام عليكم والرحمة والرحمة اشتركوا في القناة